انتر يهزم ميلا في أربع دقائق في درب كيبار إيطاليا بدور أبطال أوروبا ما كانش حد يتعقع أن انتر يباغت ميلا في درب الغضب في أربع دقائق بهدفين ويسيطر على الشوت الأول طولا وعرضا ورغم أن أداء ميلا تحسن في الشوت الثاني نسبيا لكنه ما قدرش يوصل لمرمى الكاميروني أونانا تأثر ميلا طبعا بغياب نجم الأول وربما الأوحد رفاقيل لياو والبرتغال الرائع جدا وتأثر أيضا بخروج الجزائر إسماعيل بن ناصر مصابا في أول ربع ساعة دي كانت مباراة الزهاب بس اللي فاكر إن الحكاية كده خلصت يبقى ما يعرفش الكرة الإيطالية كوي يا أهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشرة اليوم يستمر في أبطال أوروبا في إمتاع جمهور الكرة حول العالم اليوم كان نرب الغضب في دوري أبطال أوروبا في زهام نصف نهاء دوري الأبطال ميلا وإنتر ميلا وإنتر المتوقع أو الناس كان بتتكلم إنها مباراة ممكن تبقى متقفلة شوية مباراة يبقى فيها ندية كبيرة من الفريقين ولكن الإنتر في أول ربع ساعة هجوم كاسح هجوم كاسح على مرمى ميلا هدفين هدف للجيكو لعب اللي عنده دلوقتي سبعة وثلاثين وكسور سبعة وثلاثين وكسور تاني أكبر لاعب يسجل في دوري الأبطال بعد طبعا رايان جيكز نجمة منشستا يونيتي السابق النهاردة سجل الهدف الأول في الديئة تمانية وبعاكية مختريان أيضا اللعب الخبرة الكبير سجل الهدف الثاني في الديئة حضوش خلالة ربع دقائق كان إنتر مخلص على ميلا بأهدفين ميلا النهاردة تقريبا الشوت الأول كان بائس جدا بائس حالة سيئة جدا حالة فنية دفاعية وهجومية في منتهى السوق وكأن الحياة تتغير تماما بوجود رفايل ياو أو غيابه النهاردة غاب البرتغالي الجناح الرائع جدا رفايل ياو عن ميلا بسبب عدم الجهزية كان لعب أو شاركة في المران أمس ولكنه مش جاهز بسبب الإصابة ما قدرش النهاردة يبقى موجود فيه قائمة ألا فريق واحد من أهم أهم اللعبين والأجنحة في العالم مش بس في إيطاليا وفي أوروبا النهاردة رفايل ياو غياب شوف بقى صور حظ بتعميلا لأكتر تاني أهم لاعب في ميلا نمين بعد رفايل ياو يا جماعة إسماعيل بن ناصر ديها 15 جد وقع إسماعيل بن ناصر على الأرض ومتأثرا بإصابته خرج إسماعيل بن ناصر للعب الجزائري الرائع جدا وكأن الأمور كلها تقف أمام إيسي ميلا بس سوء الحظ واجه إيسي ميلا النهاردة بسبب الغيابات أو بسبب الإصابة اللي حصلت لإسماعيل بن ناصر لكن إنتر شنديله حقه عمل مباراة رائعة مباراة كبيرة مباراة ممتعة تحديدا بصراحة الشوت الأول 45 ديها ميسالية للإنتر ميسالية سموني إنزاكي عمل مباراة محترمة المدير فني الإنتر عمل مباراة محترمة أوي للإنتر قدام ميلا في الشوت الأول الشوت الثاني ميلا حاوله كان فيه كورتين في القايم وكان ممكن الأمور تتعدد بس ما قدروش يخترقوا شباك الكاميروني الرائع الحارس الرائع جدا أونانا وتنتهي المباراة بهدفين نظفين بعد المباراة مباشرة هتبدأ الناس تقول خلاص كده إنتر وضع قدم في مباراة النهائية وهيستنى ريال مديرد أو منشستر سيتي وإنتر هيرجع لأمجاجيو زي مورينيو وا 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 لا اللي بيتابع كرة إطالية كويس ويعرف إيسي ميلا ويعرف إنتر ميلا ويعرف يوفنتوس ويعرف روما ويعرف لاتسيو يعرف الفرق دي الناس دي ما بترميش المنديل عادي جدا أول ربع ساعة في مباراة العودة تلاقي ميلا مسجل هدفين عادي عادي جدا بدون أي مفاجآت كمان ما تقولش إزاي ده كان أنت كذبان إزاي باتنين إزاي ميلا قدر يرجع عادي جدا فالأمور لم تحسن كما حدثها بالأمس مباراة ريال مدريد ومنشستر سيتي أصحيح انتهت واحد واحد في البرنابيو بس برضو متقدرش تحسن مين اللي هيسعد في مباراة العودة حتى لو مباراة العودة في إنجلترا على ملعب الاتحاد متقدرش تحسن ودي حلوة الكورة في أوروبا وده جمال الكورة في أوروبا إحنا عايشين أيام حلوة في كل فترة من هذا العام أو كل فترة زي دي في كل عام بنعيش متع شبه دي مباراة الأخيرة والحاسمة في دورة أبطال أوروبا وإن كان وإن كان يعني إحنا طول العام مستمتعين بدورة أبطال أوروبا مستمتعين بالدور الإنجليزي مستمتعين بالدور الأسباني واللي بتفرج على الإيطالي بيتفرج واللي بتفرج على الألمانيا والفرنسي بيتفرج كورة بحق وحقيق تفاصيل مهمة جدا